أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تهدف إلى تحقيق توقعات اقتصادية إيجابية خلال العام الجاري مضيفا أن الحكومة ترحب أيضا بالحوارات البناءة التي يمكن أن تتخطى آليات الاستثمار التقليدية جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفتتح المؤتمر السنوي السابع للمستثمرين لسي آي كابيتل نحن نجتمع اليوم في وقت أثبتت فيه الشركات أنها تحقق الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية بينما نتعامل مع تحدياتنا ونمهد الطريق للتعافي الاقتصادي هدفنا أن ندرك الإمكانيات غير المطروقة الموجودة لدى مصر أودا أتقدم بشكر لكل الشركاء المستثمرين المديرين التنفيذيين القادة الجهات المنظمة الذين جاءوا للمشاركة في هذا الحدث بهدف واحد وهو استكشاف فرص الاستثمار